السلام عليكم كيف حالكم يا رجال ان شاء الله تكونوا بأتم بالصحة والعافية هذا تعقيب على الفيديو حق عمس بأكمل الفيديو حق عمس لانه حسيت ان انا وصت رسالتي مجاعش بمحله شوف يا صاحبي انا لما يقول لك السلام عليكم يعرف انه اعاهدك بكل سلام بكل صدق بكل حق يتوخذه مني ماليش مصلحة منك باي حاجة يا صاحبي انا ماليش مصلحة منك سواء ربي رزقك ولا ما رزقكش ولا طلعت ولا نزلت ماليش مصلحة منك اي شي انا شخص كنت باليمن ونقلت معاناة الوضع اللي كان باليمن انا الان داخلت السعودية بانقول لك المعاناة اللي حق السعودية اللي حصلها بالاشهر الاخيرة هذه احداث حصلة خارج عن ارادتنا هذه قوانين بلاده هذا واحد انا لما يقول لك يا صاحبي لا تشتريش فيزا بثمانية الف بعشرة الف حر تدخل على اساس بتشتغل باي شغلة ما عافش هذا هذا كان اول هلو ايوه هلو انا اول واحد دخلت فيزا حر لكن الان ما فيش اللي بيع لك الفيزا قصده بس يتاجربك متاجر قصده الالفين الريال يدخل لك يا ابو الثلاثة الالف اللي حصله من ظهرك ودخلك هنا وفي ناس عندهم تجارب كثير ومر ليانا الرسائل بالخاص يدخل لك دخلت فيزا الكثير يقول لي انقل خلال هذا الشهر ولا ما نقلش بيبلغ علي من هو باعلك الفيزا والله حضرنا وقفل جواله طيب انت الآن دخلت على اسبت تصلح نفسك وتصلح الوضعك ولا دخلت تشتيت تدور حلول لمشاكل بتحصلها عدم مشاكل قديدة وعادة مشاكل بتحصل لك قال استفكرك افتح الله قدام انا لما اجي قول لك يا صاحبي اقسم بالله العظيم ان الخرق ازيد من الدخل لمن لحالنا احنا اصحاب الدخل المحدود اللي شغل توصيل اللي شغل ذا اللي شغل ذا باليومية هذا انحنا خلاص انتهينا انتهينا هذا انتهينا انتهينا عن بكرة ابينا تكلمك كي بكل وضوح تحدي ابو اي واحد يقول لك غير هذا الكلام منهم المرتاحين يا صاحب المرتاحين اللي عندهم استثمارات عندهم محلات عندهم ذا دخلوا بالاستثمارات غيروا نظام الاقامة الى نظام مستثمر لا يحتاج كثير لا رسماله فوق الملايين هذا ما ايوها عايشين بس هذا ما عايشين عن نظام قانون الان لما تدخل انت من اليمن انت داري انه لك 25 نسبة 25% من المؤسسة الواحدة يعني لو المؤسسات احتاج ارباع عمال بس واحد يمني تقدر نقل 25% 75% يقن سياب ثاني انا لما يقول لك لا ترقومش ببياسات لا ترقومش ببياسات لكن لو انت حصلت فيزا لشركة اشتري حتى بعشرين الف ودخلت انا اقول لك ادخل والله اشتري بثلاثين بتدخل بتشتغل خلال سنتين ثلاثة اربعة بتقضي ديانك بتكون امورك مهيئة انك تقعيش حتى ولو بنسبة دخل محدود لكن الوضع الان حاليا ما فيش ما فيش يا جماعة ما فيش تشتري انت فيزا حر تدخل هنا تتقعجع تدخل هنا تستحل مشاكل ما تشتغلش تلعان اليوم اللي دخلت فيبو فعلى رسالتي لك يا صاحبين ما دورش منك مصلحة ولا دور منك بياس ولا دور منك حاجة دورنا ما خليك تقطع تفكير ومشوار طويل بتقس تخنف داخله الوضع منته يا جماعة الوضع خلاص محسوم الارض لاصحابه واصحاب الدخل القوي غيره ما فيش انتهى انتهى قصما بالله اكلمك جد والله والله انك من اسبوع يجزاء اقسم بالله العظيم ما قدر ادخل حتى ريال ما احلف لكش عشان تديري الله يلعنك انا احلف لك عشان تصدقني يا بغل احنا اليمنيين مبتليين الله عز وجل بلانا بالجوع بلانا بالحرب بلانا بال باشياء كثيرة وقفل ابواب كثيرة بوجيهنا ليش لان احنا محناش اصحاب كلمة متناقضين اصاحب الحق اللي يتكلم بالحق نسبله واللي يتكلم بالباطل نقري بعده كيف تشتي ربنا يوفقنا كيف لما انا اجي كلمهك يا صاحبي ما ليش مصلحة معاك اقول لك انتبه تقول لي يا رجل يكفيش وتخرى اشتغل بحقا بالسيارة اللي معاك يا ابني السيارة دي لس من الفين وستعاش وانا قصته بشار تسعمائة ريال لحدك والان ما غلقتيش عاده مش حقي عاده باي وقت عاده على قصة اربع شهور دخلت من اليمن علي ثمانية الف ريال سعودي قاسما بالله ما قدر تقضيه لحدك والان ما فيش كيف راقي يقول لك دخل ورزقك على الله هذا جهل الله الرزاق والله مبتلي الله بلانة خلاص تكلم بالواقع يا اخي اما تدخل دخل لك الناس الضعفة والمساكين واحد بقرته واحد يذهب مرته واحد يدخل هنا يضيق مشاكل بتحصل مشاكل موجداش لا متى زبدة الكلام فيزة حر لا تشتريش اشتغل عندك ان شاء الله متجوع داخل البلادك لا تدخلش لانك بتدخل هنا بذقس بوهم بعيش ضنكة يا جماعة والله ضنكة قصما بالله ضنكة معاد الزي اول يا جماعة معاد الزي اول مطاردين من كل بقعة مطاردين احنا الشعب اليمني من كل بقعة بسبب اعمالنا بسبب عدم محدة الصف بسبب مو معملنا معمل خلاص هذا اخر كلام انت اي كلام بفتحه ثاني بيعتبر مرفس برجعنا الجاهل والله